اشتركوا في القناة خاصة الوجهة السحلية الوسطى والشرقية كذلك تواصل لتساقط الثلوج على القيمة من الجبلية التي يزيد علوها التسعمائة متر إلى غاية الألف متر أحيانا ثمانمائة متر على المرتفعات الداخلية خاصة الوسطى والشرقية بسمك يتروح ما بين عشر سنتيمترات إلى غاية الخمستاشن سنتيمتر خلال ظاهرة اليوم دائما منخفض جوي على حوض المتوسط يوجه لنا طيارة غربية شمالية غربية مضطربة إذن سحب سوف لكثيفة مع أمطار ستزدد كثافة دائما على الواجهة السحلية أمطار تحت وقر عود على شكل زخات مرفوقة كذلك بحبات من البارد خاصة على السوح الوسطى والسوح الشرقية تواصل لتساقط فلود على القيمة من الجبلية الداخلية من الغرب نحو الشرق التي يزيد علوها التسعمائة متر الأمطار ستمتد كذلك إلى غاية شمال الصحراء وحتى على منطقة ألوحات واجواء مشمسة على الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي كذلك مناطق الجنوب الشرقي إلى غاية أقصى درجات الحرارة دائما تقس بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السوحل وخاصة المرتفعات والهضاب ثلاث درجات فقط على البيض ثلاث درجات على العاصمة ثلاث درجات على التيارة وكذلك سطيف ثلاث درجات على وهران نفس المقياس على ولاية البشار وحتى العين السفرة ثلاث درجات على غرديا 22 درجات على الصحراء الوسطى كذلك ولاية تمنى راسة ترتفع دائما على أقصى الجنوب لتقارب 32 درجة أما خلال الليل إن شاء الله درجات الحارة الدنيا في تراجع تقس بارد تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الهضاب ننتظر أربع درجات دون الصفر على باتنا وحتى على البيض أربع درجات فوق الصفر على الكل من وهران تلمسان تزيوزو والبويرس درجات على العاصمة خمس درجات على السواحل الشرقية درجات الصفر على غرديا درجتين فقط على بشار وحتى على بسكر المغير وتوجورت أربع درجات على أدرار تميمون كذلك إليزي ست درجات على إنسا وحتى على ثامنة رأسات 15 درجة على أقصى الجنوب البحر خلال نهار اليوم مصرحة الأرصاد الجو ترتقب دائما البحر مضطرب تقريبا على كافة السواحل خاصة السواحل الغربية حتى رياح ستشتد غربا تصل غير 50 كم في ساعة تبقى معتدلة ضمن الطيارات الشمالية غربية على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الشرقية لن تتعدى 40 كم في الساعة غرب الشمس على مستوى العاصمة لنهار اليوم إن شاء الله سيكون به حول الله في تمام السادسة والسد دقائق أشكركم على المتابعة سوف أفطركم والسلام